هناك بعض الموديفكيشن التي يحتاجها على الموديل مثل الريتينيك جول دائما يفضل أننا لا ندخل الريتينيك جول لماذا؟ لأنها ستجعل الجزء تحته الستفنز عالية جدا جدا لما أقوم بعمل الشيك كاب ستأثر معي قليلا في موضوع البيزمينت لذلك مواظر الموانسين أو الديزاينر يحب أن يلغوا الريتينيك جول ويقوموا الديزاين لوحدها مثل ما نحن نتعلم مع بعض إن شاء الله فأذهب إلى قائمة واختار الخارجية وقوموا بإضافة لا يوجد أي مشكلة أول أسلوب لدينا نتبعه في تصميم الستييل استراكشور بيلدن وهو الريجد فريم استراكشن ويحتاج الريجد فريم استراكشن يحتاج إلى الاساس يكون فاكس فأنا أذهب إلى البيز وأختار إن كل الفاونديشن اللي عندنا تكون فاكسد بالشكل ده أختار كل ده أقوله أصاين أقوله ده فاكسد بالشكل ده تمام يبقى أنا كده زبطت كل أموري بعد كده حاجة مهمة جدا الكاميرات الرئيسية اللي عندي بكون بينما الكاميرات الثانوية ده كلها بكون كلها فقط فأنا محتاج أعمل إن أنا أصفر العزوم الكاميرات الموجودة عندي فاونسي يحتاج أعمل العزوم في الستارت والإند تكون equal to zero فأقوله select select properties أقوله frame section وأختار secondary beam وأقوله select كده جميع الكاميرات السكنرية أقوله assign frame release أو partially release أنا أريد أعمل اللي لايزون في الستارت والإند zero والتورشن من ناحية واحدة لأن الناحيتين هيكون unstable أقوله ألاحظ أن الكاميرات السنوية عندي كلها بقت released كلها بقى released from start and end section ألاحظ معمول لها release بالشكل يبقى أنا كده زبط secondary beam طيب يفضل كمان أيضا هي مشكلة القوي بس عشان لو حبنا نعمل ديزاين للكور يفضل أن الكور اللي عندي ده مش مهندسين أزود عدد الصفورطات ليه ده هياخد الحمل بتاعنا هينقله لل foundation فأكيد مش هينقله foundation في نقطتين ده ينقله عبارة عن line عبارة عن line false مش مش نقطتين فأختار من هنا كل طبعا يا بشونس مختار كل حاجة ولك ما في مشكلة أنا هعمل assign shell wall auto مش السمهالي قطع نكتانجل كم في كم؟ أقوله أقصى حاجة لك متر فت ممكن تقلل عن متر عشان تبقى تزيد بس لو جهازك إمكانياته يعني عادية يفضل تخليها متر فت عشان ما يتقلش الشغل طيب هرجع أعمل select select هقوله properties هقوله wall section الحوايط الداخلي هقوله select right click هقوله show selected object on أنا عايز يشوفهم بس الواحدة هنفهم لي دلوقتي ممكننا من قيمة view ألغي كمان ال access هقوله شيل لي ال access بالشكل ده هشان بس ما تلخي منيش طيب خلينا نست خلينا نشيل flexibility grid أنا أسف ال grid ليس ال access ال grid هروح على قيمة set display option واختراها control دمي هقوله يظهر لي ال shell analysis وريني التأسيمات اللي أنا عملتها automatic هكذا لا نستطيع تأسيم automatic للمش اللي عندنا للا 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 فأختار الرجل ده واختار الرجل ده هلاحظ ان الرجل ده محتاج يتقسم في ال x ثلاث قطع وفي ال y واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس قطع فده اسمه تأسيم manual غير اللي أنا عملته ال automatic فأقوله edit edit shell divide shell طيب ليه ما عملتش من البداية خالص وقسمتها من البداية كان هيتقل الحل الموضوع عندنا المانيوال ده نستخدمه فقط في الجزئية دي هاقوله ثلاثة اثنين اربعة خمسة عشان بس أزود عدد التأسيمات هنفهم ايه دلوات المعصوب بكلام بعد ما نعمل تأسيم بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده شايفته صبرتات زادت لو انا عملت shift مع ال scroll بعد راعمل rotation اختار ده برضو ده هيتقسم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة بخمسة يبور ده هيتقسم خمسة بخمسة وقوله أبلغ بالشكل لاحظ ان الصبرتات زادت لو رجعت تاني باش موانسين وخفيت الكلمة اللي سماشو اناليس سماشو اطلوكي لاحظ ان فيه فرق كبير لاحظ ان دي حتة قطع على بعضها انما دي عبارة عن مجموع القطع وده اللي احنا بنتكلم به ان من راجل ده automatic هو عمل تحليل وهيبدأ يخف معي في البرنامج انما ده manual هتلاقي البرنامج بيحل ابطأ وابطأ بكتير جدا فانا بس احتجتله فقط عشان خاطر الجزئية بس بتاع زيادة الليه الراكيز وبعد كده هروح مهمة جدا اختار في البلان اختار دول وقوله assign join restrain fixed اوكي وكده يبقى انا عملت بعض البرامتر المهمة جدا اللي انا كنت بحتاج ازبطها في الموديل بتاعي وقوله show all object عشان اشوف المشروع بتاعي بالكامر كده دي بعض البرامتر المهمة جدا اللي انا كنت نحن بها في المشروع بتاعي اشتركوا في القناة